اشتركوا في القناة او اللعبة معنا هي لعبة سبلاتون 2 من تطوير ونشر نينتندو هي لعبة تصويب منظور ثالث كرتونية اللعبة نجحت بشكل رهيب من جزء الأول وشي طبيعي انهم يطوروا لها جزء ثاني والكثير كان يقول ان اللعبة تشبه جيت سيت راديو على الدريم كاس اللعبة ممتعة وفكرتها جديدة كيف انك تحكم بخطبوط وتحاول تصبغ الأرض بأسلحة خاصة وطوروا الأولاين فيما انك تتحدى الناس من يصبغ مرحلة أكثر وطوروا القصة اللي يضاف في تغيير جديد للوجوه على أجزاء الثالث برغب نجاح اللعبة لان فيها عيب في تصميم اللعبة قاتل يمكن الكثير ما صاري لعبها بسبب هذا الشي اللي هو مقدمة اللعبة تخير انك كل مرة تجي متحمس تلعب لازم يستقبلونك شخصيتين بيرل ومارينا اللي هم المضيفات وكل مرة تشغل اللعبة انت مجمور انك تسمحهم يعلمونك عن الخرائط اللي موجودة الآن في الملتي بلاير يمكن اول مرة ثاني مرة يكون شي مقبول بس كل مرة وحيانا تكون في وسط اللعبة في الملتي بلاير يوقفون اللعبة ويرجعون مرة ثانية يكلموني يقولك اوه تراح اننا حطينا مراحل جديدة لحيه والمشكلة انك لم تطع تزر ايه عشان تروح الكلام بيقلونا ما في سكب معنا في حلول عشان تتعدي هذي الأزمة ما انك تفصل سويتش على الانترنت قبل تشغل اللعبة او نتخلي الجهاز على سليب مود عشان لو رجعت تلعب بسرعة لكن هذا الشي ما يشبع القرار الغبي بالنهاية رح تفكر ألف مرة قبل متشغل اللعبة تركها لأبد مع الأسف حتى بعد سنتين من اصدار اللعبة لاحل نتندو معرض اللعبين الخيار انهم يبعدون المشهد المقدمة بضغطة زر ثاني لعبة معانا هي لعبة رزونت ايفل 4 هي من تطوير ونشر شركة كابكو عالي المنتج شنجي ميكابي عن تطوير جزء جديد لرزونت ايفل بلاي سيشن 2 مرت بفتر تطوير طويلة ومتعب للفريق حتى انهم طوروا أربع نسخ للعبة وكلهم تكنسلوا التطوير كان أساساً عنها تكون لعبة أكشن وكول حسب فكرة مخرجها في ذاك الوقت هي دي كي كامية بسبب الفكرة قررنا الكاميرا ما تكون بالأسلوب التقليدي للزاء الأولى من السلسلة ولا تكون بزاوية ثابتة وتبنى فكرة الديناميك كاميرا سيستم اللي هو مثل ما شفناه الآن في الجزء الرابع بالنلك الحرية في تحريك الكاميرا وتشوف المنطقة بشكل كامل وعشان هذه الفكرة انتقل أفريق التطوير إلى أوروبا لمدة 11 يوم بس عشان يأخذ صور ولقطات المباني عشان يقدر يستخدمها في التصميم ولأن كامية كان في باله أن يخلي اللعبة رهيبة واكشنية حس أن فكرتها ما تنفع العالم برزينت ايفل وأنها ابتعدت عن جذورها كلعبة ترحب عشان كذا أقلع الفريق بأن يخليها لعبة مفصلة وغير القصة وخلها في عالم كله شياطين وحوش وغير اسم البطل إلى دانتي وتحول التعب رزينت ايفل إلى ديفل ميكران في نهاية 2001 بدأت تطوير رزينت ايفل 4 بشكل فعلي وأعلنوا أنها تكون حصرية لجهاز الجيمكيوب وبلغت نسبة تطويرها في ذلك الوقت 40% من وقتها حتى وقت صدارها في نسخ كثيرة لها وأسماء مختلفة مثل هوكمان فيرجن واللي كان المفروض أن تكون في بيت مسكون ونسخة هالوسينايشن وغيرها الكثير حتى قرروا منتج ميكامي أنه يأخذ زمام الأمور ويخرج النسخة النائية واللي شفناها برغم جحيم التطوير والتغييرات الكثيرة للمرة في اللعبة بس في قرار واحد ما تغير مجزاء الأولى السلسلة في بدايتها كانت محدودة من نائح الكاميرا والحركة عشان كذا كان التصويم يجبرك بأنك توقف وتطلق ما يبديك تطلق وانت تتحرك بس لمنزل الجزء الرابع اللي كان ثوري وقتها غيروا من طريقة الكاميرا والتصويم وكان منطقي أنهم يعدلون طريقة الحركة وتكون أفضل بس العكس تماما نفس القرار لا زال موجود في جزء الرابع لما تصوب ما تقلق تتحرك البعض راح يقولنا هذا الشيء متعمد عشان يزيد من التوتو الرعب لكن هذا الشيء غير منطقي جزء الرابع قدم ثورة كبيرة مو بس السلسلة حتى لألعاب بشكل عام والقرار نوعا ما كان رجعي وغير مبرن بالنسبة لأشياء الثانية اللي طورت ولأسف حتى الجزء الخامس مشى بنفس الطريقة وما تغيرها في الجزء الثالث هذا القرار كان مناسبة زائل كليسيكية وكان المفروض يختفي مع صدور الجزء الرابع اللعبة الثالثة معنا هي حصرية نينتندو المشهورة سوبر سماش برادرز برو هذه السلسلة أخذت شعبية كبيرة من جزء الأول على نينتندو السكسي فورد بسبب السلوب اللعبة الجديد وتجمع شخصيات نينتندو من سلاسل مختلفة وبعد صدور الجزء الثاني على الجيم كيوب زاد حجم اللعبة والشخصيات طبيعي بعد هذه النجاحات راح يكون عندك قاعدة جماهرية كبيرة لأن اللعبة تستقبل كل أنواع اللاعبين المبتدئين في ألعاب القتال وحتى المحترفين الجزء الثالث برو يعتبر أول جزء يضيفهم فيه شخصيات من شركات مختلفة مثل السونيك والسنيك من لعبة متلقين والمفروض أن بعد هذا النجاح تكون كل إضافات والتغييرات ممتازة وتضيف متعة في اللعب بس نينتندو قررت تضيف ميكانيكية جديدة على اللعب اللي هي راندوم تريبيك يعني أن اللعب ممكن أن يطيح أو يتعثر في أي لحظة وإنت تهاجب أو تأخذ آيتم وهذا شيء عشوائي وما أنت يقل تحكم فيه يعني مثلاً ما تكون تركض في احتمال 1% أنك تطيح ولما تحاول فاجأة أن تغير تجاهك في احتمال 1.25% أنك تطيح هذا الشيء مزعج وسبب مشكلة خصوصاً المحترفين لأن هذه الثواني تفرق وقت المباراة وعلى عكس الخيارات الثانية اللي ممكن تحذفها أو تعدل عليها مثل وقت المباراة أو تحدد نوع الآيتم اللي بينزل وقت المباراة فهذه الخاصية ما تقدر تتحكم فيها لكن يقدر نقول غلطة الشاطر بألف وكويس أن نتندو حثفت هذا الشيء من زال سماش اللي جت بعدها اللعبة الرابعة هي وهي جزء الثاني للعبة الأصلية وصدرت في عام 2003 على البي سي والأكس بوكس الأول اللعبة متطوير آيون ستور ونشر إيدوس انتراكتيف طوروا هذا الجزء على أساس أنها تكمل النجاح الجزء الأول وحافظوا على الأساسيات مع تحسينات كثيرة حتى تكون فيها حرية أكبر حتى المراجعين مدح حرية الاختيارات في القصة والجيم بلاي والغرافيكس بس كان انتقاد أن الذكاء الاصطناعي ضعيف وبعض الخيارات السيئة في تصميم اللعبة مع أنها لعبة تصيب منظر أول معروف أن السلسلة في كمية خيارات وحرية كبيرة لكن قرار واحد سبب مشكلة كبيرة بسبب هذا الشي جمهور السلسلة يحاول يتفادى هذا الجزء وحتى ما يذكرها ولو نسأل أرتب لي أفضل أجزاء أكيد هذا الجزء راح يكون في المركز الأخير المطورين قرروا أنهم يخلون الرصاص واحد يعني كل أسلحتك راح تسريد من نوع واحد من الرصاص الفكرة كانتهم يخلون القتال سهل أي لاعب بس رجعتهم بشكل عكسي الفكرة كانت مملة وتنفر اللاعبين ومجسج عبدوا في أنهم يدعوا معقول في الأسلحة يعني تستخدم سلاح ثقيل يستهلك رصاص وتبدل السلاح صغير واثنين هم نفس الرصاص بس الثاني يستهلك رصاص أكثر هذا القرار الحالة قتل المتعة بشكل كامل وهذا الشي المفروض أساسي في ألعاب الأكشن بشلون لعبة منظور أول اللعبة الأخيرة في القائمة هي أنتن من تطوير بايووير المشهورة بلعبة الار بي جي ماس افكت ومن نشر اي 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 بدنا تطوير اللعبة في 2012 مباشرة بعد يستار الجزء الثالث من لعبة ماس افكت ري كان معروف المشروع باسم دايلان هذه اللعبة مرت بظروف صعبة في مرحلة التطوير من خلوج بعض أعضاء الفريق وقرار اي اي بيجبار الفريق على استخدامهم محرك سفروس بايت واللي ما كان مصمم أصلا لهذا النوع من الألعاب عشان كذا أخذ منهم وقت تكثير في تعديله وحرف بعض الأشياء من اللعبة مثل نظام الكرافتينج حتى بعض المطورين على اللعبة نقلوهم عشان نطوروا لعبة فيفا وكان واضح أن المشروع ما كان جاهز أبدا حتى بعد 4 سنوات من التطوير وكان مصيرها نفس مصير ماس افكت اندورميدا فرق كثيرة داخلية من شركة اي اي كانوا يساعدون في إصدار اللعبة لأن اي اي تبي اللعبة تصدر في وقتها بدون تأجيل بس وقتها لا زال جمهور ينتظرها بحماس بحكم تاريخ الفريق في الألعاب الممتازة وعروض اللعبة اللي كانت خرافية حتى صدرت اللعبة في بداية 2019 هنا كانت مفاجأة اللعبة خالية من أي شيء معروف في الفريق مع أنه موعد الجمهور بقصة عميقة وأفضل من مآسفك لكن العكس تماماً صار ما فيه أي شيء مبدع الفريق لو بنبعد القرافيكس على المعادلة اللعبة فاشلة بكل مقييس حتى السي اي او لشركة اي اي ذكر أن اللعبة ما كان قد توقعات وأنه منتزم تحسين اللعبة واليومكم اللعبة على حالها حتى أن الشركة تحاول ما تجيب طاريح اللعبة صارت ماسية وطارت في بهاب الريح والشعور كان رهيب مع وناظق والمؤثرات لكن قابل القتل هذا الشيء الوحيد الممتع فيها هو أنه في عداد لو ضرت كثير تسخى البدلة أو الجابلينز مثل ما يسمونها في اللعبة ولازم تنزل في الأرض وتنظر تبرد عشان ترطي لبرة ثانية هذا الشيء قتل اللعبة بشكل كامل فكرة الفريق بما أن اللعبة تمت على أونلاين لازم يخلي الطيران محدود ونجبر اللعبين أنهم ينتظرون لو كان في واحد متأخر أو بعيد يحاول يوصل بقية اللعبين طبعاً أسباب كثيرة تركت اللعبة تموت واللاعبين ينسونها وهذا واحدة من الأسباب والقرارات الغبية اللي دمرت متعة اللعبة وهذه كانت حلقتنا اليوم لخمس أشياء عطونا اشراكم فيها ولا تنسون زروا لايك واشتركوا بالقناة وأيضاً عطونا أفكار جديدة لخمس أشياء اكتبوا تحت بالكومنت كما كنت في الشيحة ياتكم العافية ماسا